بعد استخدام كل دقائق ولما بيطلع على الصفح بتجرأ ليه عملية تقييم تعرف باسم البيت دول جريدينج وإحنا سبق واتكلمنا على الدول جريدينج للبي دي سي بيتس النهاردة إن شاء الله هنتكلم على عملية التقييم أو الدول جريدينج لدقائقات الترايكون أو ما يعرف باسم الراك بيتس والراك بيتس عبارة عن مجموعتين كبار الفرق ما بينهم في طبيعة الكاتينج استراكشور فإذا كان الكاتينج استراكشور عبارة عن بروز من جسم الكون على هيئة سنة يعني الاتنين مصبوبين مع بعض فده بيعرف باسم الميلد توث بيتس المجموعة التانية اللي هي الانسرت بيتس وفيها الكاتينج استراكشور عبارة عن أجزاء منفصلة وبيتم إضافتها إلى الكون تحت ضغط نخش في التفاصيل بتاع عملية الدول جريدينج فيه بعد النقاط الهمة نحب نلفت النظر إليها لأن هنحتاجها بعد كده أثناء كلامنا عن التقييم من هذه النقاط ثلاثة أنواع من البروزات لا تحتسب من الأسنان أو من الانسرت أولها مجموعة البروزات اللي بتوجد في الصف الأخير أو في الجيج رو ما بين الأسنان الرئيسية وهي ما تعرف باسم الممرز النوع الآخر عبارة عن مجموعة من البروزات بتوجد في ظهر الكون أسفل الصف بتاع الجيج وبتسمى بالهيل رو ودي مخصصة لحماية الجيج أريا كذلك مجموعة البروزات التي تمثل تدعيما في منطقة اللجة في اتجاه الدوران وهو ما يعرف باسم الهارد فيسي النقطة اللي بعد كده هو مفهوم لتشيرت تيل والمقصود بيها التدعيم الموجود في الجزء الأعلى من اللجة قبل منطقة السيل مباشرة وسبب تسميته بالتشيرت تيل أنه هو بيشبه الجزء المتدلي من التشيرت أو القميس أسفل منطقة الخسر اللي بيغطي الجزء الأسفل من الجزء بعد كده فيه تلات نقاط تانيين بيختلف مفهوم هما بين البي دي سي وبين الرك بيت اللي هما الكون والنوز والجيج فبالنسبة لدقائقات البي دي سي المقصود بمنطقة الكون هي المنطقة المنخفضة المتوسطة اللي بتتلاقى فيها البلايدز لأنها بتشبه المخروط اللي قمته إلى أسفل وقاعدته إلى أعلى بعد كده منطقة النوز بالنسبة للبي دي سي هي أعلى منطقة إلى الخارج من الكون لمنطقة الجيج هو آخر كتر بيوجد فيه الكراون واللي بيحدد القطر بتاع الدقاء أما بالنسبة للرك بيت فالكون هو المقصود بيه جسم المخروط نفسه بما يحتويه من أسنان أو أنسرس والنوز هو الجزء المدبب من المخروط ومنطقة النوز هي منطقة تجمع هذه الثلاثة أجزاء أما الجيج فهو المقصود بيه الصف الأخير على المخروط إلى الخارج واللي بيمس دائما جدران البير وإذا كان بضدها تتبين الأشياء زي ما قال المتنبي فلو حطينا الصورتين جنب بعض هيتضح هذه النقاط بصورة أوضح ولو بصيت على منطقة النوز في الثلاث مخاريط هلاحظ أن لا تحتوي على نفس العدد من الأسنان أو الأنسرس ولكن واحد فيهم بيحتوي على عدد أقل من الأسنان أو الأنسرس قد تصل إلى سنة أو أنسرس واحد بيسمى السبير بوينت والكون اللي فيه هذه السبير بوينت هو الكون رقم واحد ولو لفيت في تجاهها قارب الساعة هيبقى الكون اللي بعديه رقم اثنين ثم رقم تلاتة والتيث أو الأنسرس بتترتب على الكونز على هيئة صفوف دائرية من الداخل إلى الخارج الصف القريب من النوز هو النوز رو والصف الأخير اللي هو بيمس جدران البير هو الجيج رو وأي صفوف تانية ما بينهم بتبقى هي الميدل روز والأنسرس أو التيث الداخلية هي مجموعة الصفوف ما بين منطقة النوز وما بين منطقة الوسط بينما الانسرس أو التيث الخارجية بتتمثل في الجيج رو فقط وعملية التقييم بعد كل استخدام بتديني معلومات عن حالة البير وعن مدى كفاءة عوامل التشغيل وكفاءة الدقاء ومنسبته للسخور اللي بيحفرها ويا فرأ ممكن أستخدم نفس البرنامج مع المنطقة المجورة ولا لا The appearance of a bit at the end of its run can reveal much about hole conditions operating practices and the effectiveness of the bit program and can provide valuable clues to help improve drilling performance when similar formations are encountered واول ما ظهر عملية التقييم او الركبت ضل جريدينج كان في الوقت المال تو سبيت هو الدقاء الشائع وكانت مخصصة لتقييم حالة الأسنان وحالة الديرينج وحالة الجيج ولذلك جات من هنا التسمية TBG ومع استمرار التطور وظهور أجيال جديدة من الدقاءات وظهور برامج الكمبيوتر اللي ممكن تدي نتائج أكتر عن طريق امدادة بمعطيات أكبر تم تقسيم النظام القديم المحتوي على ثلاثة خانات TBG إلى نظام جديد بيحتوي على ثمانية خانات الأربعة الأولانيين منهم بيصفوا حالة التيس بينما الخامس بيوصف البيرينج السادس بيوصف الجيج والسابع أي مواصفات أخرى خاصة بجسم الدقاء بينما الثامن بيذكر سبب سحب الدقاء من البير والكي أقوم بعملات التقييم بقلب الدقاء بحيث أن الكونز تبقى في مواجهتي أدور على الكون اللي بيحتوي على أقل عدد من الأسنان أو الSpeed Point وهو ده الكون رقم واحد أعلم اللي بعديه في تجاهها قارب الساعة رقم اثنين ثم رقم تلاتة أبدأ بفحص كل كون على حدة أبص على الأسنان وأشوف أدي إيه اختفى أو اتاكل من الارتفاع بتاع الأنسر أو التيس أديله رقم من زيره إلى تمانية على حسب الدليل اللي قدامي وأسجله دائما منسوبا إلى الرقم تمانية أبدور على الدلين كاراكتر الأكثر شيوعا ما بين الأسنان أو الأنسر وبسجله في العمود التالت زي ما هو في الدليل اللي قدامنا واللي ممكن تكون تآكل طبيعي نتيجة عملية الحفر حيث أن أدقاء غير مناسب للصلابة بتاعة الصخور أو أنها تكون مكسرة نتيجة عملية الإهتزاز أو الفيبراشن أو تكون أنها واعت من مكانها لوسو تيس نتيجة في عيوب الصناعة ولو دقاءات النظر ولقيت شبكة من التشقوقات أشبه بشبكة خيوط العنكبوت زي الصورة اللي قدامي دي بتعرف باسم الهيت تشيكين ودي بتكون نتيجة تأثير الحرارة نتيجة الدوران السريع وعدم التبريد الكافي وجالبا بتظهر مع الدقاءات اللي استخدم معها المواتين بعد ما عرفت إيه هي الدولين كاراكتر الأبرز هسجل مكانها في العمود الرابع مصحوبا برقم المخروط ورقم الصف يعني على ثبيل المثال في الصورة اللي قدامنا الصفة الأبرز هي الأسنان المكسرة broken teeth والمكان بتاعها في المخروط رقم اتنين في الصف بتاع الجيج ونظرا لأن المثال اللي قدامنا بيحتوي على صفتين مختلفتين بنسب مختلفة فهيبقى صعب إن أنا أحطهم في مكان واحد خاص بيه التيف ولكن هحط الصفة الأبرز في الأول وهاجي بعد جدا في الآخر زي ما هنعرف وهحط الصفة الثانوية اللي هي الورد تيف بعد كده بنوصل إلى الكولم الخامس واللي فيه بنسجل حالة البييرينج واللي بتعتمد على نوع السيل أو على نوع العزل وأنواع السيلز والبييرينج كنا نتكلمنا عنها بالتفصيل لما كنا نتكلم على التراي كون كلاسفكيشن عموما فيه المجموعة الأولى اللي هي نون سيلد واللي غالبا بتكون ميل توث بيتس بتاخد تقييم من زيرو إلى تمانية على حسب حالة البييرينج أما فيه المجموعة التانية اللي هي السيل بيرينج ودي غالبا بتكون الانسرز بيتس فبتاخد إما افكتف إذا كنت بقدر ألف الكون بس بصعوبة أو فيلد إذا كان الكون واع أو بلف بسهولة أما لو ما كنتش قادر أحدده فبديله رقم ان وزي ما احنا شايفين أن الصفات اللي قبل كده كنت بعينها بالنظر أما هذه الصفة فلابد من الشعور بها وذلك عن طريق اليد This dull characteristic is determined not by look but by feel If you can easily hand turn a cone then the seals in that cone have failed Also if a cone has seized and cannot be turned the seals have failed Generally seals are still effective if the cone can be turned with firm hand pressure بعد كده بنوصل للعمود السادس واللي فيه بعين الجيج أو القطر بتاع الدقاء بعد ما خرج من البير وعايز أشوف هل هو لازال بحالته ولا نقص منه ودي بتتم عن طريق الجيج رينج بحطها زي الصورة اللي قدامي بركن على اثنين من الكونز في الصف الأخير وبسحف في اتجاه الكون الثالث وعين المسافة ما بين الرينج وما بين الجيج رو بعد كده بطبق قاعدة الثلسين وفيها بضرب القيمة اللي طلعتلي في اتنين نسبة إلى المخروطين اللي أنا راكن عليهم وأسم على ثلاثة عشان أوزحها على الثلاث مخريط النتيجة اللي بتطلعلي بنسبها إلى الستاشر من البوصة يعني على سبيل المثال لو أنا قس المسافة ولقيتها ربع بوصة هضربها في اتنين وأسم على ثلاثة تبقى ثلاثة على ستاشر هسجل فيه العمود رقم ستة رقم ثلاثة ويبقى مفهوم ضمن أن هي ثلاثة على ستاشر أي أن قطر إد أقرل بمقدار ثلاثة على ستاشر من البوصة وهي دي قيمة الأندر جيج والعملية دي ممكن أعملها بطريقة يدوية زي الطريقة اللي احنا قلناها وممكن دلوقتي بتتعامل بطريقة الاوتوماتيكية عن طريق الاوتوماتيج جيج رينج زي الفيديو ده بنوصل بعد كده للخانة السابعة ودي مخصصة أساساً للزواهر الخاصة بجسم الدقاء ولكن ما يمنعش إن أنا أسجل فيها بعض الخصائص السنوية الخاصة بالانسرس أو الكاترس اللي مقدرش سجلها في الأربع خانات الأولانية يعني بالنسبة للكونز ممكن أسجل فيها خصائص زي إن الكون في كسر أو في شقة أو شرخ أو إن الكون نفسه وقع ببص على منطقة النوز وبشوف هل هي طبيعية ولا هل هي متكلة بدرجة كبيرة فيما يعرف باسم الكورد كون أو الكورد نوز وممكن تكون تبدو طبيعية ولكن الكونز متدخلة مع بعضيها بدرجة كبيرة فيما يعرف باسم الكون انترفيرنس وفي الحالة دي بيصعب دوران الكون باليد مهما حصل يعني بصفة عامة أنا بتفحص الكونز جيدا وبدور على أي علامات غير عادية زي الجنك ماركس مثلا أو الفلات سباتس إلى جانب الصفات اللي احنا قلناها قبل كان بعد كده بنظر نظرة جانبية لده وبتفحص كل اللج على حدة وبدور على أي جنك ماركس أو علامات للتآكل خصوصا في منطقة لتشير تيل أو منطقة الهارد فيسيك ولو دقاء أثناء خروجه على الصحة خدمتغطها جزئيا أو كليا بنتائج الطفلة ونتائج الحفر بذكر أن الدقاء كان بولد أب وده بتشير إلى أن الهايدروليكس بتاعة الدقاء ما كانتش في أحسن حالته كده نكون سجلنا في العمود رقم سبعة كل الخواص الأخرى الخاصة بجسم الدقاء والمخاريط والزواهر السنوية الخاصة بالكاترز اللي أنا ما سجلتهاش في الأربع خانات الأولانيين ولابد من استخدام الاختصارات الموجودة في الجدول على اليمين عشان نكون تابعين للنظام القياسي وبعد ما نكون سجلنا كل اللي ممكن أشوفها أو أقسها أو أحسها فاضل نسجل بقى سبب سحب الدقاء إلى السطح واللي ممكن يكون واحد من الأسباب اللي موجودة في الجدول أقسى اليمين وبعد ما نكون عملنا تقييم شامل للدقاء وذكرنا في كل الظواهر اللي أنا شفتها سواء كنت مدرك لسببها أو لأ النتيجة هتكون حاجة من اثنين إما أن ده تدرك طبيعي نتيجة الاستهلاك الطبيعي في عملية الحف أو أن يكون فيه حاجة غير طبيعية لابد من النظر فيها والبحث عن سببها ودقاء له ده من مثال جيد على عدم الاختيار الموفق لكي يتناسب مع عملية الحفر الحقيقة الاختيار ده كان غير مقصود لأن كان المفروض أن الدقاء ده هينزل فيه الجزء السطحي من البير واللي عادة بيحتوي على سخور مفككة وبالتالي تم اختيار ميلتوث بيت الأسنان بتاعته كبيرة لسهولة الحفر المتوقعة ولكن فجئنا بعد حوالي 150 إلى 250 أدم أن نبتدينا نحفر في سخور عالية الصلابة تم تحديدها فيما بعد أن هي الصخور البيزمت أو الصخور النارية فكانت النتيجة أن الدقاء خرج بالصورة اللي قدام